السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وصحابي بحقيبة عملين ايه يا رب تكونوا بخير رجعت لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة من سلسلة حلقات المداحة الجزء الرابع ما بين الحقيقة والخيال الحقيقة اللي حصل في الحلقة الثالثة كان مصير اول الاهتمام وملفت للنظر حقيقة واكتر شيء ملفت للنظر بالنسبة لي هو الحادثة اللي عملتها اخت المداحة ده هي قتلت ابنه وطبخته وكلته وطبعا ممكن يحصل كده بس في حالة من الحالتين اول حالة اللي هي ممكن تكون عملت عهد مع كزح اللي هو الجن وممكن تكون قدمت بنتها قربان لي للعهد ده ده طبعا الشيطان ممكن يوسوس لك وممكن يخليك يمنيك ويقدر يخش في دماغك ويقدر يقناعك بحاجات في حالة واحدة لو كان ايمانك ضعيف الحالة التانية ممكن تكون عندها نوع من انواع المرض النفسي او الهيستيريا سكيسوفرينيك مثلا او اي حاجة لو عندها سكيس او مرض نفسي ممكن تكون طبعا غير مسؤول عن التصرفات اللي هي بتعملها نتيجة الطراب الهلع والخوف على بنتها فبتشوفني دي وسيلة من الوسائل الحماية والدفاع عن اللي بتحبه ودي بيرجع لها بعض المرضى النفسية لكن مفيش جن ممكن يقتل بني ادم بايده كمان يعني ساعة يلقطة برضو اللي هو الجن اللي اسمه صخر اللي طالع بيمثل دوره الفنان دياب طبعا اسم صخر ده اصلا يعني ده اسم موضوع كده من غير اي لازمة لانه صخر اصلا ده واحد من المرضى العصاء وملك من ملوك الجن وكان معروف من ايام سيدنا سليمان هو اصلا ملك كبير جدا كمان في السن وعنده معشر وحاكم فلك معين يعني هو اول واحد اتجسس على اصف بن برخيا كاتب سيدنا سليمان هو اول واحد اتجسس على اصف بن برخيا كاتب سيدنا سليمان وعرف هو مخبي الصحف المكتوب فيها العودة السليمانية فين بالزبط وبدأ ايه يطلعها وبدأ يحرف فيها بعلموت سيدنا سليمان فصخر ده معروف يعني مالوش علاقة اصلا بالجن الميامين اللي من الناس لهم كزح وهند بنت الاحمر ومعشر الجن الاحمر ده مالوش علاقة بهم اصلا بس ما علينا يعني لكن من الصعب جدا اللي جن يقتل بني ادم الا في حالة واحدة بس ازا كان في صراع من نوع معين حصل يعني لو تشكلك وانت دخلت في صراع معا ممكن يام بقيت موت ويام موتك في حالة التشكل بس كمان هو اصلا ما يعرضش نفسه للمخاطر دي لين هو بالنسبة له احتماليته انه ينتصر عليك وهو متشكل ما تتخطش العشرين في المية والثمانين في المية بتبقى لغلى بالك انت لانك تقدر تستخدم اسلحة كتير جدا من ضمنهم ان انت تقسم عليه فيبتدي يتأيد حركته ويبقى زي حتى تلقو ماشا في ايدك عشان هو عارف الخطر ده ما بيحاولش يخش في نقطة التشكل دي يخش في مواجهة مباشرة معاك كمان اللفة اللي لقاها اللي لقاها اللي لقاها اسم المداح صابر لقا اللفة كدهوات اللي هو الورس اللي لقاها في قابو قديم موجود في اسكندرية في كوم الشقافة اللي هي مقابر النوت طبعا اللفة دي لما تفتحت ظهر فيها تهوزت وتميما معينة مكتوبة من غير اي كتير كان معكم ممدوح المهدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته